مشاهدي قناة مكتبة التعليمية مرحبا بكم في الصفحة 129 إذن سنشتغل على النص الوظيفي أنامل أضاء الطريقة أصحابها ولاحظوا أتوقع ماذا يفعل الشاب في الصورة مما يعاني كيف استطاع القراءة تلاحظوا هذا الشاب في الصورة فماذا يفعل إذن في الصورة نرى أن الشاب يحاول لمس ورق بأصابعه نلاحظوا بأنه يحاول أو يلمس ورق بأصابعه ثم مما يعاني إذن فهو يعاني من العمى إنه شاب لا يبصر أي لا يرى كيف استطاع القراءة إذن استطاع القراءة بحاسة اللمس باللمس استطاع القراءة بحاسة اللمس سنكتب في الصورة نرى أن الشاب يحاول لمس ورق بأصابعه إنه شاب لا يرى إذن يعاني من العمى ويستطيع القراءة باللمس باستعمال أصابعه أي باستعمال حاسة اللمس ثم ثانيا أجد العبارة المناسبة التي تفسر العنوان أنامل أضاء الطريقة أصحابها أنامل أضاء الطريقة أصحابها أنامل تشعل الضوء كي نقرأ أنامل تكتب حروفا وكلمات كي نقرأها أنامل تلمس حروفا كي نقرأها فالعبارة المناسبة التي تفسر العنوان أنامل تلمس حروفا كي نقرأها أنامل تلمس حروفا كي نقرأها ننتقل إلى صفحة 131 أفهمه و أحلله أحدده في بطاقة شخصية لويس برايل إذن سنحدده معلومات عن لويس برايل إذن الإسم الويس الاسم العائلي برايل الموطن إذن موطنه فرنسا تاريخ الولادة في يناير سنة 1809 ثم الحاجة التي يعاني منها فهو يعاني من فقدان البصر أي من العمى صفاته في الصغر صفاته في الصغر الذكاء الحاد والنبوغ ثم المدرسة التي تعلم فيها تعلم في مدرسة خاصة بالمكفوفين ثم اختراعه فمن اختراعته طريقة برايل القراءة أو الكتابة فهو الذي اختراع الطريقة التي يقرأوا ويكتبوا بها المكفوفون وكذلك اختراعه للساعة المعصمية أو ساعة برايل التي تقرأ بواسطة اللمس إذن كي يعرفوش حد الساعة بواسطة اللمس فقط فهذه نكتبوه الاسم لويس الاسم العائلة برايل الموطن فرنسا تاريخ الولادة يناير سنة 1809 الحاجة التي يعاني منها فقدان البصر صفاته في الصغر الذكاء الحاد والنبوغ ثم المدرسة التي تعلم فيها مدرسة خاصة بالمكفوفين ثم اختراعه طريقة برايل للقراءة والكتابة والساعة المعصمية ساعة برايل التي تقرأ بواسطة اللمس إذن هذه بطاقة شخصية لويس برايل ثم السؤال الثاني وحيط الحاجة التي لم تذكر في النص إذن الحاجة اللي لم تذكرش في النص شناية واش الصمم العمى أم البكم إذن فالنص يتحدث عن لويس برايل وبالتالي فذكر في النص العمى أما الذي لم يذكر في النص فالصمم والبكم الصمم والبكم ثم ثالثا أختار الجواب المناسب قرر برايل البحث عن حل لمشكل القراءة والكتابة لكي يقرأ وحده ويكتبه لكي يقرأ جميع المكفوفين ويكتبه إذن فقد قرر برايل البحث عن حل لمشكل القراءة والكتابة ليقرأ جميع المكفوفين ويكتبه إذن ليقرأ الجميع ليقرأ جميع المكفوفين ويكتبه ثم اكتشف ضابط عسكري طريقة القراءة والكتابة تستعمل لقراءة الرسائل تستعمل لطبع الرسائل إذن فقد اكتشف ضابط عسكري طرقة الكتابة والقراءة تستعمل لقراءة الرسائل تستعمل هذه الطريقة لقراءة الرسائل ثم يعتمد اختراع برايل لفائدة الكفيف على اذا اختراع برايل يعتمد على ماذا هل يعتمد على سماع حروف منطوقة على لمس حروف بارزة فالطريقة ديال المكفوفين يعني الذين فقهدوا حاسة البصر فبالتالي الطريقة تتمد على لمس حروف بارزة طريقة برايل تتمد على لمس حروف بارزة اذا سنكتبك اجوبة السؤال الثالث قرر برايل البحث عن حل لمشكل القراءة والكتابة لكي يقرأ جميع المكفوفين ويكتبه ثم اكتشف ضابط عسكري طريقة الكتابة والقراءة تستعمل لقراءة الرسائل ويعتمد اختراع برايل لفائدة الكفيف على لمس حروف بارزة لمس حروف بارزة اما رابعا ما المبتكرات التي ابتكرها برايل لمساعدة المكفوفين اذا ابتكر كما قلنا هذه الطريقة طريقة برايل للقراءة والكتابة وكذلك ابتكر ساعة معصمية سميت باسمه ساعة برايل التي تقرأ بواسطة اللمس لقيت طريقة اذا اخر اخر فقرة في النص لقيت طريقة نجاحا باهرا هنا يتحدث عن طريقة برايل وعممت في العالم كله فطبعت بها الكتب والمجلات والصحف على مطابع خاصة ساعدت الملايين من الاشخاص الذين يعانون من فقدان البصر كما ابتكرت اذا الطريقة اللولة اللي قلنا طريقة برايل للقراءة والكتابة بالنسبة لفاقد البصر كما ابتكرت ساعة سميت ساعة برايل المعصمية التي تقرأ بواسطة اللمس اذا لمساعدة المكفوفين ابتكر برايل ساعة معصمية سميت باسمه تقرأ باللمس ثم السؤال الخامس اذكر ما وقع في الحلقتين المفقودتين من سلسلة احداث قصة برايل لاحظوا فقد برايل بصره وهو صغير السن ثم دخل المدرسة ووجد صعوبة في التعلم اذا لما وجد صعوبة في التعلم ظل يتساءل عن طريقة ناجعة تضيء طريق المعرفة والتعلم للمكفوفين حتى حتى سمع حتى سمع عن ابتكار الضابط الفرنسي لطريقته الخاصة في الكتابة بينه وبين جنوده لاحظوا على النص كيف يتساوى الكفيف والبصير في القراءة والكتابة سبحانه 130 وما السبيل لحل هذه المشكلة وما وما توقفت عن التفكير حتى سمعت عن ضابط فرنسي ابتكر طريقة لكتابة خاصة بينه وبين جنده يستعمل فيها نقطا وعلامات بدل الحروف فاستطاع الجنود من خلالها قراءة الرسائل المكتوبة بهذه الكتابة وهم في الخنادق المظلمة دون الحاجة إلى إضاءة إذ كانوا يعتمدون في قراءتها على لمس الحروف المثقوبة على ورق مقوة لما سمع بهذا الابتكار الضابط الفرنسي لطريقته الخاصة هنا جاءته الفكرة إذن الحلقة المفقودة هنا هي ظل يتساءل عن طريقة ناجعة تضيء طريقة المعرفة والتعلم للمكفوفين حتى سمع عن ابتكار الضابط الفرنسي لطريقته الخاصة في الكتابة بينه وبين جنوده بينه وبين جنوده ثم قام بتجارب كثيرة وبقي صابرا ومثابرا إذن بعد أن سمع هذه الطريقة قام بتجارب كثيرة وبقي صابرا ومثابرا ثم بعد ذلك استطاع بقوة إرادته وفطنته وتصميمه وضع رموز سهلة للحروف الأبجدية لتسهيل القراءة للمكفوفين لأن استطاع بقوة إرادته وفطنته وتصميمه وضع رموز سهلة للحروف الأبجدية لتسهيل القراءة للمكفوفين ثم نشر ابتكاره في العالم أجمع ونشر ابتكاره في العالم أجمع لكي يقرأ ويكتب جميع المكفوفين إذن كما قلنا فقد أبرايل بصر هو صغير السني دخل المدرسة ووجد صعوبة في التعلم ظل يتساءل عن طريقة ناجعة تضيء طريق المعرفة والتعلم للمكفوفين حتى سمع عن ابتكار الضابط الفرنسي لطريقته الخاصة في الكتاب بينه وبين جنوده بعد ذلك قام بتجارب كثيرة وبقي صابرا وممثابرا واستطاع بقوة إرادته وفطنته وتصميمه وضع رموز سهلة للحروف الأبجدية للقراءة للمكفوفين وتم نشر ابتكاره في العالم أجمع سادسا أجد في سلسلة الأحداث ما يدل على ما يأتي مواجهة مشكل والإحساس بحاجة إذن مواجهة مشكل والإحساس بحاجة فالمشكل الذي واجهه هو فقدان بصره إذن فقدان البصر وصعوبة التعلم مواجهة مشكل والإحساس بحاجة فقد فقد بصره ووجد صعوبة في التعلم إذن مواجهة مشكل والإحساس بحاجة فقدان البصر وصعوبة التعلم ثم محاولة حل المشكل فمحاولة حل المشكل البحث عن طريقة ناجعة يعتمد فيها الكفيف على القراءة بسهولة كما فعل الضابط الفرنسي مع جنوده قام بتجارب كثيرة وبقي صابرا ومثابرا إذن محاولة حل للمشكل فبعد أن سمع بتواصل الضابط الفرنسي مع جنوده بطريقته التي تعتمد على حروف بارزة فهنا فكر في هذه الطريقة لمساعدة المكفوفين على القراءة والكتابة إذن محاولة حل المشكل البحث عن طريقة ناجعة يعتمد فيها الكفيف على القراءة بسهولة كما فعل الضابط الفرنسي مع جنوده قام بتجارب كثيرة وبقي صابرا ومثابرا إذن براير قام بتجارب كثيرة وبقي صابرا ومثابرا ثم العثور على حل المشكل العثور على حل المشكل انتكار طريقة خاصة يستعمل فيها النقط والعلامات بدل الحروف سهلة بدل الحروف السهلة التي تمكن المكفوف من القراءة أو بدل الحروف وهذه النقط سهلة تمكن المكفوف من القراءة إذن العثور على حل المشكل ابتكار طريقة خاصة يستعمل فيها النقط والعلامات بدل الحروف سهلة تمكن المكفوف من القراءة ثم استفادة الناس من الحل فلقي الحل نجاحا كبيرا ولقيت الطريقة نجاحا كبيرا وطبع بها بهذه الطريقة كتبا ومجلات وصحف على مطابع خاصة ساعدت الناس الذين يعانون من فقدان البصر إذن استفادت الناس من الحل كما قلنا لقي الحل نجاحا كبيرا طبع به كتبا أي بهذا الحل ومجلات وصحفا على مطابع خاصة ساعدت الناس الذين يعانون من فقدان البصر على القراءة والكتابة إذن هذه السلسلة للأحداث التي جاءت في النص يعني بعد اختراع طريقة برايل التي ساعدت المكفوفين من ساعدتهم من الخروج من ظلمات الجهلي إلى نور العلم وساعدتهم على الكتابة والقراءة ثم سابعا ما الجملة التي تؤكد ما توقعته من خلال عنوان النص؟ ابتكرت ساعة سميت ساعة برايل المعصمية التي تقرأ بواسطة حاسة اللمس لأن كما جاء في عنوان النص قلنا العبارة التي تفسر العنوان أنامل تلمس حروفا كي نقرأها فابتكاره للساعة المعصمية التي تعتمد على اللمس لكي تقرأ هو ما يدل على ما توقعنا ثم ثامنا أشرح كلمة حد حسب ورودها في الجمل الآتية الجملة معنى كلمة حد أو حد هذا الأمر لا حد له فهذا الأمر لا حد له لا نهاية له لا أمد له هذا الأمر لا حد له لا نهاية له ولا أمد له ثم قبلت بالحد الأدنى من الشروط أي الأقل شروطا قبلت بأقل الشروط قبلت بالحد الأدنى من الشروط أي الأقل شروطا قبلت بأقل الشروط ثم وضع حدا للصهر المضر وضع حدا للصهر المضر أي وضع نهاية ومنتهى ووضع قطيعة مع الصهر إذن وضع نهاية قلنا وضع قطيعة ونهاية للصهر المضر ثم تاسعا استعمل الكلمات الملونة بالأحمر في جمل من أسلوب عندما ذات يوم حينئذ إذن عندما تنتهي مصالحهم تنتهي أخبارهم مثلا عندما تنتهي مصالحهم تنتهي أخبارهم كذلك ذات يوم سأسافر بعيدا لأكمل دراسة هناك ذات يوم سأسافر بعيدا لأكمل دراسة هناك تذكرت موعدا تذكرت موعدا وكنت حينئذ مسافرا حينئذ أي حينها في ذاك الوقت كنت مسافرا ثم عاشرا أصف شفاهيا اختراع برايل ماذا اخترع وما فائدة ذلك إذن فبرايل اخترع طريقة برايل للقراءة والكتابة اختراعه قد نحود هذا الاختراع طريقة برايل للقراءة والكتابة وكذلك الساعة المعصمية ساعة برايل التي تقرأ بواسطة اللمس أما فائدة هذا الاختراع هو مكن المكفوفين من القراءة والكتابة مكن المكفوفين من القراءة والكتابة ثم ننتقل إلى أبحثه أبحث عن اختراعات ساعدت ذوي الحاجات الخاصة وأصفها في بطاقة ما هي ما شكلها ما وظيفتها إذن من بين الاختراعات التي ساعدت ذوي الاحتياجات الخاصة هناك سيارة كهربائية صديقة للبيئة تحمل السيارة بابا خلفيا يتم فتحه بسهولة والدخول إليه بالكرسي المتحرك كما أن قيادتها والخروج منها سهل جدا إذن بين هذه الاختراعات سيارة كهربائية لدوي الاحتياجة الخاصة فهذه السيارة باب خلفي يخرج منه واحد الكرسي المتحرك فكي يطلع فيه ثم كي يعود يدخلهم للسيارة أيضا هناك جهاز يعمل بتقنيات تعاقب حركة العين حيث يمكن مستخدمه بعين فقط فعلا ما يريدونه حيث يحمل كاميرات دقيقة تتعاقب حركة العين وتقوم بإعطاء الأوامر عن طريق التحديق أو الرمش كما يحمل الجهاز العديد من التطبيقات والبرامج والخصائص التي تعمل بذلك الأمر إذن هناك أيضا جهاز كما قلنا كي يعمل فقط بالتحديق والرمش يعني فقط دوي الحاجات الخاصة اللي ما كي يتحركون وكي يهضروا ففقط كي يشوفوا في هذا الجهاز وبالحركات الأعين ديالهم كتم الاستجابة لما يريدونه إذن يحمل كاميرا دقيقة تتعاقب حركة العين وتقوم بإعطاء الأوامر عن طريق التحديق أو الرمش كما يحمل الجهاز العديد من التطبيقات والبرامج والخصائص التي تعمل بذلك الأمر أما وظيفة هذه الاختراعات فلتسهيل تنقل دوي الاحتياجات الخاصة وكذلك لإدماجهم في المجتمع وأيضا لجعلهم يعيشون حياة ربما شبه عادية بهذا ننهي تمرين صفحة 132 نتقي في صفحة 133 كما أذكركم بأنه بإمكانكم متابعة دروس أخرى خاصة بالمستوى الخامس والتي ستجدونها إما أسفل الفيديو في صندوق الوصف أو بالرجوع إلى البلايليست إلى اللقاء